السلام عليكم من بين الحاجات المهمة في البيع أن البائع لازم يكون قوي أمام المشتري بمعنى أنه يعطي قيمة لنفسه وللمنتج والشركة اللي هو ينتمي إليها أمام الزبون كلما قللتي من قيمتك كلما ضعفت صورتك أمام الزبون وما غاديش تقدر تقنعو أنه يشري من عندك العديد اللي تيرتكبو هاد الخطأ وتيبدو يشكيو على الزبون أو تعودوا مشاكلهم الشخصية أو مشاكلهم مع الشركة اللي هم مخدامين معها ظنا منهم أنهم غايكسبوا تعاطف الزبون وغاديشري من عندهم أو بحثا عن ربط علاقات معاه للمصلحة في المستقبل خسك دائما تكون في مركز قوة وتبين للزبون الجانب المهاني ديالك وتخلي عليك كل ما هو شخصي خسك تبين أنك مختص في المجال ديالك والدور ديالك ماشي فقط تبيع ليه ولكن تنصحه وتوجهه باش تقدر تبيع ليه وهو مقتنع أنك جبتي له الحل ماشي فقط بغيتي فلوسه ولكن بغيتي مصلحته وهاد الشي هو اللي غادي يخليه دائما مني كيحتاج لمنتج ديالك كييرجع لعندك وهد النصائح يمكن تطبيقها في جميع أنواع المشاريع سواء الكبرى أو الصغرى البيع ذكاء ماشي فقط فلوس ذكاء في ربح الناس باش تربح الفلوس كانت معكم فاطم زهرة بن سال في أخطاء في البيع موسيقى